تحتفل جزائر هذا السبت على قرار باقي دول العالم باليوم العالمي للبيئة والموافق للخامس من شهر جوان من كل سنة وفي هذا التاريخ من كل عام تستضيف مدينة من المدن الفعاليات الرسمية لهذا اليوم ويأتي الاحتفال لسنة 2021 تحت شعار استعادة الجيل استعادة الابتكار من أجل الطبيعة والذي تستضيفه دولة باكستان هذا العام حسب ما ذكرت وزارة البيئة وقد وضعت المنظمة الدولية بعض الأرقام التي تشير إلى خطورة الوضع القائم فيما يتعلق بتدبير النظم البيئية لكوكب الأرض ومنها أنه في كل ثلاث ثواني يفقد العالم من الغابات ما يساوي ملعب كرة قدم وأشرت المنظمة إلى أن فقدان النظام البيئي يحرم العالم من أحواض الكربون مثل الغابات في توقيت لا تستطيع البشرية تحمل تبعاته حيث ازدادت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم لثلاث سنوات متتلعة كما حذرت الأمم المتحدة من احتمالية حدوث جائحة جديدة كنتيجة لفقدان نظام البيئي عبر تقليص الموارد الطبيعية للحيوانات مما يهيئ ظروفا مثالية للانتشار مسببات الأمراض بما في ذلك فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 ترجمة نانسي قنقر